مع استمرار دخول ناس كثير في عالم الكريبتو تظل عملات الميمز واحدة من أفضل خيارات الاستثمار وفي عدة أسباب مختلفة لهذا الشيء مثل أنه عملات الميمز ممتعة وأسهل من ناحية الفهم وعندها ارتفاعات قوية ودائماً عندها مجتمعات كبيرة ونشيطة هذه العوامل كلها تخلي عملات الميمز من أفضل العملات بين المستثمرين الجدد والمستثمرين اللي يبحثوا عن أفضل الفرص للاستثمار ربما تكون قد شفت مقطع الفيديو الأخير اللي تكلمت فيه أنه عملات الميمز الجديدة لازم تميز نفسها عن المنافسين علشان تنجح واليوم رح أتكلم عن عملة ميمز تعمل هذا الشيء وهذه العملة هي هوكايدو إينو واسمها كمان هوك فاينانس طيب زي ما تقدروا تشوفوا شعار هذا العملة واسمها متعلق بالكلاب وهذا الشي يساعد الناس أنهم يعرفوا أنه هذه العملة عملة ميم ولكن فيها أشياء أكثر من كده بكثير والفريق عنده أهداف أنه يطوروا هوك علشان تكون عملة تنافس وكمان تتجاوز الدوج والشيبة اللي هما يعتبروا الآن أكبر عملات ميمز من حيث القيمة السوقية في هذا الفيديو رح أقول لكم كل شيء عن هذه الأهداف وراح كمان أوريكم كل الميزات الموجودة في العملة والميزات اللي رح تجي في المستقبل وكل شيء لازم تعرفه عن عملة هوك وكمان تأكدوا من الاشتراك وتفعيل الجرس علشان ما يفوتكم فيديوهات أكثر مثل هذا الفيديو بالإضافة إلى كل شيء آخر أنشروا على هذه القناة طيب هوك فاينانس انطلقت في البداية كعملة ميم مستوحى من اليابان في بداية عام 2021 بأساسيات مصممة إنها تكافئ كل مستثمر جذبت هذه الأساسيات الكثير من الاهتمام ونمى المشروع إلى قيمة سوقية قدرها 800 مليون دولار في هذه المرحلة عرف الفريق إنهم أنشأوا شيء في إمكانيات كثيرة ولكنهم عايزين إنهم يعملوا شيء علشان يساعدوا هوك إنها تنجح على المدى الطويل لأنه أنا متأكد كمان إنكم شفتوا إنه في كثير من عملات الميمز الجديدة تحصل على ضجة وارتفاع في البداية وبعدين تموت بشكل بطيء علشان كذا فريق عملة هوك مش عايزين هذا الشيء يحصل للعملة فعملوا خطة علشان يحولوا عملة الميم إلى شيء أكبر من كذا بكثير وبالتحديد عايزين الهوك فاينانس إنها تكون وتحتل المرتبة الأولى بين عملات الميم في السوق الأسيوي والأفريقي في قطاع الديفاي 2.0 وخططوا كمان إنهم يعملوا هذا الشيء من خلال إنشاء نظام للعديد من المنتجات المالية البارزة اللي الناس تستخدمها وكجزء من هذه الخطة وكمحاولة لجعل عملة الهوك متحة في متناول أكبر عدد من الناس تم إطلاق العملة في وقت واحد على سلسلة الإثيريوم وعلى الباينانس وعلى يوبي مع انخفاض كمية العرض وتقسيم جديد العملة طيب وعلشان يتأكدوا من أن عملة هوك تحافظ على نفس السعر في كل سلسلة ولتسهيل التوافقية أنشأ فريق هوك جسر مخصص بين الثلاث السلاسل طيب الشيء الأساسي لنظام هوك ديفاي هو نظام أو صفحة هوك فاي الخاصة فيهم اللي راح يقدر المستخدمين من خلالها إنهم يوصلوا إلى جميع المنتجات والخدمات المختلفة اللي قدمها المشروع زي ما نشوف هنا المنصة المركزية هوك فاي متعددة السلاسل وشغالة حاليا على سلسلة الإثيريوم والباينانس وكمان على سلسلة اليو أوبي تقدر تبدل وتحول بين السلاسل الثلاثة هنا هذا الدكس يشتغل مثل معظم الدكسيس الأخرى اللي ربما تكون متعود عليها ولكن الميزة الجديدة هي إنه يتم عرض أسعار الغاز اللي ينصحوا فيها هنا في أسفل الصفحة الرئيسية يقدر المستخدمين كمان إنهم يوفروا السيولة لهذا الدكس أو المنصة علشان يكسبوا جزء من الرسوم الناتجة من التداول وكمان على منصة أو صفحة الهوك فاي الآن تقدر تستخدم الجسر عبر السلاسل لعملة هوك نقدر كمان نشوف هنا بعض المنتجات المالية الأخرى اللي خططوا لها للمستقبل هنا على الموقع الأول هو محفظة هوك طيب تم تصميم هذه المحفظة علشان تكون أقوى محفظة كريبتو عالمية وراح تكون قادرة على إرسال واستقبال العملات الرقمية هو الدفع مقابل أي شيء عبر الإنترنت أو في المحلات وتقبل المدفوعات كبزنس وإدارة استثمارات الكريبتو بعد كذا عندنا الهوك كابيتول وهي منصة انطلاق مكرسة للمجتمع تركز على توفير فرص استثمارية في المراحل المبكرة في مشاريع ديفاي الواعدة وشركات البلوكتشين زي ما شفنا طوال هذه السنة أنه منصات الإطلاق ممكن أنها تجد باهتمام كبير إلى المشروع لأنه في ناس كثير عايزين يشاركوا في الـ IDOs وأنواع أخرى من مبيعات العملات علشان كذا ممكن أنه هذا يجيب ضجة كبيرة جيدة للهوك طيب هوك غرين هي عبارة عن منصة تمويل جماعية تركز على اكتشاف والاستثمار في مشاريع البلوكتشينز في قطاع الطاقة الخضراء المتقدمين يقدروا أنهم يطرحوا أفكارهم وبعد كذا يجمعوا الأموال اللازمة أحد أسباب هذا المشروع والمنتج هو أنه فريق الهوك والمجتمع عايزين يساعدوا ويدعموا المشاريع لتحاول أنها تغير العالم للأفضل طيب تعمل هوك كمان على دمج الـ NFTs إلى منصتهم طيب بعد كذا نقدر نشوف أنه مدرسة وجامعة هوك اللي يتم إنشاءها الآن لتقديم دورات الإدارة المالية وتكوين الثروات عبر الإنترنت للآباء والأمهات علشان يساعدوا أطفالهم على الانتقال إلى مستقبل الأموال اللامركزية طيب هذا منتج أو مشروع آخر يتم تطويره للمساعدة في تحسين العالم ككل وزي ما نعرف كلنا هنا إنه في فرص كثيرة في الكريبتو علشان الواحد يكسب فلوس أكثر من أي مكان آخر في الوقت الحالي وهوك عايزين يساعدوا أكبر عدد ممكن من الناس للاستفادة من هذه الفرص وتحسين حياتهم في ميزة أخرى يخاططوا لها هي خدمة الإقراط وبعدين آخر شيء هو معاشات هوك رح تكون معاشات هوك نظام تقاعد لامركزي مدعوم من المجتمع اللي يستثمر في العملات الرقمية وراح يستفيدوا أعضاء المجتمع بأقل الرسوم في السوق هذا المنتج واحده عنده الكثير من الإمكانيات إنه يجد بالكثير من المستخدمين لأن أسواق المعاشات التقاعدية في التمويل التقليدي ضخمة ولكن ما تجيب عائدات نفس العائدات الممكنة من خلال الكريبتو طيب زي ما نقدر نشوف هنا ومن خلال اللي شفناه فريق هوك جاد جدا في تحول المشروع إلى منصة ديفاي رئيسية وهذا اللي يعتقدوا إنه راح يساعدهم على التفوق على دوج وشيبة الجميع يعرف إنه جزء كبير من نجاح عملة الميمز مثل الدوج وشيبة هو الضجة والموجة المؤقتة هذا هو السبب إنه دوج ترتفع لما يغرد إيلون عنها وكمان منافسة شيبة لعملة دوج ساعدت شيبة على النمو بشكل كبير هوك كمان حصلت على ضجة جيدة حول المشروع ولكنهم يستخدموا هذا النمو اللي حصل لبناء شيء ينجح ويستمر على المدى الطويل كمان وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف قام الفريق ببعض التعيينات الاستراتيجية بالإضافة إلى التواصل مع مجلس من المستشارين على مستوى عالمي للمساعدة في توجيههم مش هذا فقط ولكن كمان تقوم هوك بإنشاء مقرات رئيسية في دبي وسنغافورة وهذولا من أكثر المناطق الصديقة للعملات الرقمية في العالم ويقوم المشروع بإنشاء جميع التراخيص المطلوبة لاتباع اللوائح والتنظيمات من أجل تحقيق النجاح زي ما قلت من قبل هوك كمان تعمل على الدخول للأسواق الأسيوية والأفريقية من خلال الامتثال للوائح والتنظيمات هناك كمان لمنح المستخدمين من تلك المناطق إمكانية الوصول المباشر إلى منصة هوك فاي عملة هوك أكيد متاحة على منصة هوك الأصلية ولكن كمان على اليوني سواب والبانكيك سواب أو المنصات المركزية مثل الهوتبيت والبيت ترو ونقدر نشوف التقسيم لعملة هوك هنا على الموقع والتفاصيل في الثلاث السلاسل كمية العرض تختلف في كل سلسلة ولكن في دائما ضريبة شراء وبيع بنسبة 8% وأربعة بالمئة تتوزع تلقائيا كمكافآت لحاملين العملة نقدر كمان نشوف القيمة السوقية للهوك في كل سلسلة والسعر الحالي إذا عايز تعرف أكثر عن هوك فاي تقدر تعمل هذا الشيء عن طريق الرابط الموجود في صندوق الوصف أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالفيديو وأشوفكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر